السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام هذا فيديو آخر أضعه هذه السنة وضعته تقريبا أربع سنوات أو خمس سنوات متتالية تحددت فيه على المهن المطلوبة والمهن الغير المطلوبة بالنسبة للإخوان الغير حاصلين على الباكالوريا أو التانوية العامة هناك العديد من الإخوان هذه السنة هذا الأسبوع يعني يضعون تساؤلاتهم في التعليقات أسفل وأعتذر مرة أخرى أنه لا يمكن الإجابة على جميع التعليقات بصراحة أعتذر مرة أخرى لذلك أضع الفيديو لكي أوضح الأمور بدقة حتى لا أضع لأي شخص وسيلة أو طريقة من أجل أن يسأل أي سؤال فالأسئلة التي تضعونها في التعليقات صار لي تقريبا سنوات أقوم بدراسة تلك التعليقات وأقوم بوضع فيديو على الأقل نسبة كبيرة أجيب فيه على تساؤلاتكم المتعلقة بهذا الموضوع إخواني أخواتي أكون معكم صريح أحب من أحب وكره من كره أنا أنصحكم من باب وجه الله يعني لا أريد الخوض في اليوتيوب ومداخل اليوتيوب هذه الأشياء لا أعطي المداخل اليوتيوب الحمد لله أوكي فهذه نصائح موجهة لكم حتى لا تقعوا في مشاكل وقعة فيها ناس هناك مشاكل وقعة فيها ناس أتوصلوا بأسئلتهم وأتوصلوا بشكاياتهم بعض المرات وملاحظتهم على الإيميل ولا يمكنني لا يمكنني أن أتحدث على جميع الحالات إلا إذا كان الشخص مثلا قال لي يمكنك الحديث على حالتي ربما حتى يستفيد الناس لذلك أريد من فضلكم رجاء أنه من يريد التقديم على القرع الأمريكية فليكون حاصلا على الباكالوريا يكون حاصلا على الباكالوريا هناك بعض أخوان سوف يأتونني مثلا من دول الشرق الأوسط يقول لي أنني عندي ديبلوم مهني غير مقبول أكون صريح معكم غير مقبول يقول لي أنني مثلا لما أتمم دراستي التانوية ولا محصول على الباكالوريوس على التانوية العامة أو الباكالوريا غير مقبول تذكروا أنه يوم المقابلة يمكنني أن أقول لكم توكروا على الله وكذا واذهبوا للمقابلة وكذا لكن أعلموا أنه يوم المقابلة قبل الدخول من أجل المقابلة مع ضابط الإجراء هناك سيدة في الباب أو سيد في الباب سوف تدفعون له تمن التأشيرة فتذكروا أنه إذا كنتم غير حاصين على الباكالوريا وتم اختياركم في القرعة واستمريتم في الإجراءات وذهبتم إلى القنصلية فأول شيء سوف تقومن به هو دفع مصاريف التأشيرة بعد ذلك يتم إدخالكم إلى قاعة الانتظار حتى تتم المنادة عليكم من أجل استجوابكم من طرف ضابط الهجرة أو من ضابط الهجرة أنا ذاك سوف تكون وجهاً لوجه مع ضابط الهجرة هذه الأشياء التي أقولها هي شاهدتها بعيني عشتها مدة سنوات قدمت مدة سنوات أصدقائي عندي أصدقائي يعني مقربين ليسوا حاصين على الباكالوريا تم إقصاؤهم هناك ناس تم إقصاؤهم الآن وتحدثوا معكم فلذلك إخواني أخواتي رجاءً اسمعوا كلامي لأنه نابع من القلب وليس من أجل الغش أو منعكم من تقديم هذا الفيديو يمكنك أن تأخذها محمل الجد ويمكن لا تريد الاستماع إلى كلامي يمكنك التوكل على الله وأنت حر لكن لا أريدك أن تضيع مالاً هنوز أنت في حاجة إليه فالقرعة أساسها الباكالوريا شهادة الباكالوريا أتذكر عندما ذهبت للمقابلة طلب مني شرطي كان خاصة من المنسبة المغاربة سوف يفهموني هذا الشيء هناك شرطي هو من يندم دخولي للقنصرية طلب مني إخراج يعني شهدات الباكالوريا وأنا ضعها في يدي يعني ليس أنا وحدي بل جميع الفائزين في القرعة أن نأخذ الباكالوريا وندخل في صف إلى القنصرية إذا كنت غير حاصل على الباكالوريا سوف يسألك هذا الشخص هل أنت حاصل على الباكالوريا لماذا؟ عندي مؤهل عندي يعني وثائق سوف أثبتها أقنع بها القنصر أنا ذاك سوف أقول لك أوكي أدخل لكن لتفادي المشاكل وتفادي الرفض ولتفادي الصدمة لتفادي الأشياء إخواني أخواتي ما لديه باكالوريا فليتقدم ما لديه فلا يقدم على هذا الإشياء أوكي لماذا؟ لأنه من الشروط أن تكون عندك باكالوريا أو أنك تكون عندك يعني خبرة في إحدى الجابز إحدى الحرف أو الأعمال التي توافق عليها وزارة وزارة العمل الأمريكية لماذا؟ لأنه يوم المقابلة لنفرض أنك غير حاصل على الباكالوريا أو التنوي العمل ودخلت ووقفت أمام ضابط الهجرة سوف يسألك هل أنت حاصل على الباكالوريا لا أوكي ما هي خبرتك ما هي مهنتك ما هي الخبرة ما هي اللي عندك أنا داك سوف يدخل إلى الموقع وزارة العمل على حاسوبه وسوف يكتب مثلا مهنتك هل هذه المهنة تدخل في الخانة زون فور هل هذه المهنة مدرجة في ما يسمى برانج سابن أو أقل يعني هناك مواصفات إخواني أخواتي هناك مواصفات صعبة وصعبة جدا فكما قلت لا أريد الإطالة وسوف أركز اليوم فقط على توضيح شيء بسيط وهو أن المهن الحرف غير مقبولة الحرف غير مقبولة وسوف أعطيكم كمثال أركاه ربائي غير مقبول رصاصي أو رصاص غير مقبول نجار غير مقبول كاتبة غير مقبول خياط حلاق مهنة جميل السيدات ميكانيكي مشغل آلات فلاح لحام حداد تقني ممرد بناء تاجر مساعد تاجر طباخ خباز نادل عامل سائق حارس آمن مساعدة في مدرسة مصممة أزياء مصور صباغ لاحظتم كم عدد الحرف المتوفرة في عالمنا العربي فهي غير مقبولة فإخواني أخواتي حاولوا أن لا تتصرعوا أن تفكروا ماليا في هذه الأمور لا أريد أي أحد أن يضيع أموالها ولا أريد أي أحد أن يصدم يوم المقابلة هذه المهن غير مقبولة وأنا أعتذر على صراحتي غير مقبولة هذه الأشياء أقولها ليس لجعل العالم أسود أمام أعينكم ولكن هذا واقع لست من أضع القرعة لست من القوانين فهذه الأشياء واضحة إذا كان عملك يدخل في زون فور والرانش سابن وسوف أضع رابط الموقع يمكنكم الدخول عليه وأتأكدوا بين قوسين هناك بعض إخوان سوف يرسلون ويقولون هل عملي داخل مقبول إخواني أخواتي من لدي هذه الفكرة أولا فليقم بشيء سهل قموا بترجمة مهنتكم للغة الإنجليزية وهذا الشيء معروف في جوجل قموا بترجمة مهنتكم إلى اللغة الإنجليزية اذهبوا إلى عفوا موقع وزارة العامة الأمريكية التي سوف أضع رابطها قموا بإدخال سوف أضع رابط أصلي حتى تتمكن من الدخول والبحث قموا بكتابة هذا الأشياء إذا ان درجة مهنتكم في ما يسمى بخانة زون فور وفيها يعني ما يسمى برانش سابن ايد سوف تجد كل شيء أسفل يعني في الصفحة الرئيسية أنا داك توكل على الله إذا لم تكن مهنتكم داخلة في الزون فور فكونوا متأكدين أنه لا أمل كما قلت مرة أخرى أن تحر في أن تستمع إلى كلامي أو لا تستمع إذا أردت يعني التوكل على الله و يعني محاولة حاول يعني أنا لست هنا لأقول لك لا تحاول ليس لك أنت حور يمكنك أن تستمع الكلامي ويمكن أن لا تستمع الكلامي لكن بصفة عامة بيني وبين الخالق أريد أن أكون واضحا معك إنسان ليس لتلاقي باكالوريا فأمله يعني قليل أو منعد أكون صريح فهذا بصفة عامة ما يهم المهن أو المهن الغير مطلوبة في البوليات بالنسبة للتقديم على القراءة الأمريكية أتمنى أن تكون العمور واضحة والصورة واضحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته